انتقد سيرجو أغويرو رد فعل بيب غوارديولا الغاضب على إهدار رياد محرز لفرصة هدف محقق في مباراة مونشستا سيتي للداريال مادريد دمن ذهاب نصف نهائي دور أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية مقابل ثلاث أهداف وتقدم فريق غوارديولا بهدفين في غضون عشر دقائق عن طريق كيفين دي بروين وغابريال خصوص وفي الدقيقة الخامسة والعشرون أتيحت الفرصة لبطل الدوري الإنجليزي من أجل توسيع الفارق عندما لعب دي بروين تمرير لمحرز لكن الجناح الجزائري سدد الكرة في الشباك الجانبية وكان بإمكانه تمرير الكرة إلى زميله فوزين ومنح مونشستا سيتي فرصة تسجيل الهدف الثالث وأظهرت لقطات الفيديو انفعال بيب غوارديولا على خط التماس ولوح بيده بغضب ضد محرز مما أتار انزعاج أغويرو أسطورة مونشستا سيتي الذي كان يعلق على المباراة عبر قناته على تويتش مع زميله السابق ماريو بالتولي وقال أغويرو الهدف التاريخي لمونشستا سيتي لا أحب أن يغدب بيب بهذه الطريقة وبخرياض وأتمنى أن يسجل هدف وأضاف ذات مرة ضد تويتن هام غضبتو من غوارديولا وصرخنا في وجه بعضنا البعض ويستضيف سانتياغو بيرنابيو في مدريد مواجهة الإياب بين الفريقين في الرابع من مايو المقبل